موسيقى مفاوضات بين الجيش العراقي وقوات البشمرقة للعودة إلى الخط الأزرق اجتماع استراتيجي في الرياض لقيادة دول التحالف العربي لمناقشة الشأن اليمني وعيادة مختصة لعلاج مد مني الانترنت والشبكات الاجتماعية موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم أنهت قوات الجيش العراقي والبشمرقة الكردية جولتين من المفاوضات ركزت على وقف إطلاق النار بين الجانبين وترتيب انتشار القوات الاتحادية عند حدود الخط الأزرق لإقليم كردستان قبل عام 2003 على أن تستكمل المفاوضات خلال خمسة أيام وتأتي هذه الاجتماعات في إطار رأب الصدع بين الطرفين المتقاتلين والتركيز على المعركة المشتركة لطرفين ضد داعش مع انطلاق شرارة المعارك بين القوات العراقية والبشمرقة الكردية تبين أن الطرف الوحيد المستفيد من هذه المعارك هو تنظيم داعش علما بأن كل من القوات العراقية والبشمرقة كانتات حاربان التنظيم الذي يلفظ آخر أنفاسه في العراق وكان قد أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن القتال بين الحكومة العراقية والقوات الكردية أرقل حركة معدات عسكرية تابعة للتحالف في العراق وسوريا ما أثر سلبا على الحملة ضد تنظيم داعش واندلعت اشتباكات متفرقة خلال الأسبوع الماضي بين القوات الكردية والعراقية وهم حلفاء سابقون في المعركة ضد داعش حيث قامت القوات العراقية باستعادة المناطق المتنازع عليها وبدورها أعلنت القيادة المركزية العسكرية استعادة 95% من الأراضي التي احتلها تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ صيف 2014 فيما تم تحرير نحو 7 ملايين شخص كانوا يسكنون في تلك المناطق وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان السبت أن ما بين 1200 إلى 1500 فرد من القوات العراقية قتلوا وأصيب 8000 آخرون في عملية تحرير الموصل التي استمرت 9 أشهر مضيفة أن نحو 1200 فرد من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا وأصيب 3900 آخرون في معركة استعادة الرقة التي استمرت نحو 5 أشهر واستهدفت طائرات الـ F-16 العراقية اليوم السبت العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي كما تم تدمير مقار ومخازن لهم في قضاء راوى والقائم غرب الأنبار وأفاد بيان عسكري عراقي أن 25 من مسلحي داعش قتلوا في إطار عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار من احتلال التنظيم وبحسب التقارير الأمنية التي تصدر عن الجيش العراقي فإن تنظيم داعش أصبح بحالة انهيار تام بعد التقدم السريع الذي حققته القوات الأمنية وتحرير أهم مناطق ارتكاز مسلحي التنظيم في المناطق السحراوية باتجاه مدخل القضاء وفي وقت سابق اليوم اكتشفت القوات العراقية مقابر جماعية لعمليات إعدام نفذها تنظيم داعش الإرهابي بحق منتسبين للجيش والشرطة شمالي بغداد تقدر بخمسين منتسبا أعدمهم تنظيم داعش في قرية البكارة التابعة لقضاء الحويجة غربي كاركوك من جانبه أكد رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغنمي أن المباحثات مع الوفد الكردي شهدت تقدما مهما بانتظار رد القيادة الكردية على مطالب الحكومة المركزية العراقية بتسليم المناطق المتنازع عليها والعودة إلى حدود عام 2003 وأضاف الغنمي في مؤتمر صحفي عقاده عقب مفاوضات جرت السبت في الموصل مع الوفد الكردي الذي مثله قادة في البشمرقة أن من بين مطالب الحكومة المركزية هي إعادة إدارة المعابر الحدودية والإشراف عليها من قبل المركز المحور الأول هو الحدود الإدارية للمحافظات لعام 2003 يجب العودة إلها ويجب إعادة انتشار قوات الحكومة الاتحادية في تلك المناطق والنقطة الثانية أيضا الحدود الدولية وإعادة انتشار قوات الحكومة الاتحادية ومسك الحدود الدولية كان توصلنا إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط بعض النقاط علقوا الإجابة منها لفين العودة للإحليم ويبداء الرأي والاتصال بنا هاتفيا إن شاء الله لا نستطيع أن نقول تقدم مقبول ولكن القرار النهائي مرتبط بالإخوان الوفد الثاني لهم أخذ رأي الإقليم وإعطانا الجواب الكامل بالتزامن مع ذلك أكد مسؤول كردي لأخبار الآن أن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق لن يمدد فترة رئاسته بعد أول نوفمبر تشرين الثاني وقال المسؤول إن خطة وضعت تتعلق بسلطات الرئيس بعثها برزاني لبرلمان كردستان على أن تتم مناقشتها الأحد إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مئة وخمسة وسبعين ألف نازح فروا من محافظات أربيل ونينوى ودهوك العراقية منذ نشوب الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في منتصف تشرين الأول أكتوبر الحالي وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ذكر في بيان أنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق في شأن عراقي آخر عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية ضمت خمسين جثة تعود لأفراد من الجيش والشرطة داخل قضاء الحويجة وقالت غرفة العمليات المشتركة أن أفراد تنظيم داعش أعدموا أفراد القوات الحكومية في قرية البكارة وسط الحويجة خلال هجمات إرهابية شنها أفراد التنظيم على مناطق جنوب غربي محافظة كاركوك إلى سوريا حيث حرر مقاتل قوات سوريا الديمقراطية المشاركين في حملة عصفة الجزيرة قرية النملية شمال شرق مدينة دير الزور بحسب مرسلتنا في سوريا روناك شيخي وفي سياق متصل درت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد داعش شمال غرب قرية عقيدات ما أسفر عن قتل تسعة من أفراد التنظيم ألقت الأجهزة الأمنية التابعة للجيش السوري الحر القبض على شرعيين اثنين من داعش في ريف حلب الشمالي خلال هروبهما من مناطق سيطرة التنظيم شرق دير الزور وبحسب شبكة فراد بوس المحلية فإن الشرعيين هما فهد وسعيد علي الأحمد من مدينة العشارة التي فر منها مؤخرا باتجاه محافظة إدلب أهلا بكم من جديد يعقد وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن اجتماعا استراتيجيا في الرياض اليوم لمناقشة تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية وينتظر أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة وجهود مختلف الأطراف المشاركة بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة رصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن نحو ألف واثنين وثمانين حالة انتهاك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2017 في مختلف المحافظات اليمنية وأفدت تقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذه الانتهاكات توزعت ما بين القتل والاعتداءات الجسدية والإعدام دون محاكمة والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال بالإضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري والامتناع عن تسديد رواتب الموظفين الحكوميين قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين لواء محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة الفريق بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع وتعيين الفريق محمود حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمان انتقد رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميت كامل التعامل الدولي مع أزمة المناخ وصفا إياه بالتعامل الخاطئ مؤكدا على ضرورة استبدال مصادر الطاقة الملوثة اليوم وإيجاد بدائلة لها غير ملوثة وشر رئيس حزب البيئة العالمي إلى غياب اتفاقيات ملزمة من أجل تخفيض نسبة احترار الوقود الأحفوري داعيا إلى العمل وفق سراتيجيات علمية أولاً اللي بده شدد عليه أنه ما فيه اتفاقيات ملزمة إذا بده تكون ملزمة من أجل تخفيض نسبة الاحترار الموجودة احترار الوقود الأحفوري يعني اليوم بده بده يكون فيه اتفاقيات ملزمة أو بالأحرى إذا ما بده يكون فيه اتفاقيات ملزمة بده يكون فيه استراتيجيات علمية لأنه اليوم ولا أي دولة بالعالم رح توقف المصانع عندها ولا رح توقف سياراتها ولا رح توقف انتاج الطاقة بس ولكن اليوم إذا كان فيه البديل يلي بيعطي المطلوب هالبديل إذا كان بديل غير 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 ملوث هون الشيء المهم يعني اليوم إذا استبدلت الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بالطاقة الشمسية إنتاج كهرباء بدل ما يكون من الوقود الحفوري أو اليوم إذا الغطاء الأخضر قدرنا زدنا بكمية عالية شيء مهم جدا أيضا الطاقة المائية والطاقة الهوائية لدينا مصادر كثير ولكن اليوم التعامل مع هذه الأزمة مع الأزمة العالمية عنوانها إلى ثلاث عنوان مغلوط 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 تدرس بانجلادش التي فشلت مساعيها المتمثلة بتوزيع وسائل منع الحمل على اللاجئين الروهينجا فكرة القيام بحملة تعقيم طوعية للذكور لمنع الانفجار السكاني في المخيمات المكتدة حيث تكدس نحو تسعمائة ألف من الروهينجا في مدن الخيم هذه جنوب بنجلادش وقد وصل ما يفوق ستين بالمئة منهم إليها منذ أواخر أغسطس أربا مما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا في بورما تعاني بعض الأسر من إصابة أحد أطفالها بمرض الصرع الذي يشكل عبءا نفسيا واجتماعيا على الأسرة والطفل الذي يشق طريقه نحو الحياة بالرغم من الشحنات الكهربائية الزائدة في دماغه في التقرير التالي نقترب أكثر من هذا المرض الزميلة تريسي أبي أنتوم من بيروت والتفاصيل ليس كل أطفالنا يعيشون أياما هادئة يتمتعون بطفولة سليمة أو يمارسون حياتهم بشكل طبعي فبعضهم يحمل في رأسه الوجع والاضطراب جاد من بينهم ولد يعاني من داء صرع الإبليكسيا يحاول التأقلم مع الشحنات الكهربائية الزائدة في الدماغ لكنه مصر على المضي قدما جاد كيفك؟ منيح مقصود بالمدرسة؟ أنا كتير شو بتعمل المدرسة؟ عم ندرس وعم نعمل أكتفيتات واللعب وعن نزينا الصف كيف تعاتيك مع أصحابك؟ يعني أصحابي اللي بحسن مثل أخواتي بحسن مثل أخواتي بحبهم لو بيعملوا المشكل وهيكي بس عنجر بحبهم معلم علمات؟ يعني المعلمات مثل أمر اللي قاله قومت داية أوقات؟ يعني لهيكي بنزعش بنزعش شوي بس برشع بروق هنا يقع التحدي على عاطق الأهل في أن يؤمنوا الظروف الصحية لأطفالهم حتى لا يتأثر ذكاؤهم وقدرتهم العقلية ووضعهم النفسي فيعرفون كيف يديرون الأزمة ليعود ويندمجوا في المجتمع خبرنا عن جاد جاد عمره 14 سنة بعيني من الإبليبسي له 7 سنين أبدم كثير بمدرسة أفانس وأنا بشتغل هنا معه تضل رئب وانتبه له بس أنا كثير مبسوطة أنه كثير تقدم بالمدرسة وكثير تحسن بالمعالجة المتخصصة ودورية الطب الدوائية يمكن لأطفال الإبليبسيا أن يتجاوزوا الاضطرابة في جهازهم العصابية لكن نحن هلأ منأكد على أنه هذا مرض لا علاقة له مع الأمراض النفسية ولا مع الأمراض ولا مع التباش الشيطاني أو آخر هو مرض عضوي دماغي له علاج وبيتعالج بسهولة شرط تشخيصه وأنه الشخص يلتزم به هالعلاج بشكل دوري مرض السرع ممكن أحيانا يؤدي لا تأثير على التحصيل الدراسة بتصير بسبب الأزمات نفسها قابلها الشي في بعض الأدوية ممكن تأثير ولكن كل هذه ممكن إدارتها بالطرق التعليمية بالتعديل دوائي معين صحيح أن أطفال الإبليبسيا يعانون من حالات تأخر دراسي لكنهم ليسوا مضطربين عقليا إنما حالتهم الطبية تتطلب أماكن خاصة لاحتضانهم ومتابعة متخصصة الوليد اللي بعانوا من داء السرع هن بحاجة لفريق متكامي اللي نساعدهم نأهلهم رجال على مدرسة خاصة هو الفريق اللي بيتألف من علاج لغوي حسة حركة نفسة فيزيائية انشغالة وتربية مختصة هودي الوليد هن بيتقصموا حسب حط لهم برنامج حسب العمر وحسب المستوى وفي كتير أوليد نشتغل عليهم اللي نأهلهم عندهم تأخر بلغة معينة نعمل لهم تأهيل لهودي الوليد والهدف أنه نحن رجعهم على مدرسة عادة كتير أوليد بيجعوا بندنجوا بمدرسة عادة مش لازم يكونوا بمدرسة مختصة بعض الأهل يشعرون بالذنب تجاه أطفالهم وآخرون يبعدونهم عن المجتمع ويتسترون على هذا المرض ولكن ليس في ذلك أي مساعدة حقيقية بالتشخيص المبكر وبالمعالجات الدورية الدوائية والنفسية وبتوعية الأهل على أهمية المدارس المتخصصة يمكن لذوي الصعوبات التعليمية ومن بينهم أطفال الإبليبسيا أن يحظوا بحياة أفضل لأخبار الآن فريسا بيانتون لبنان أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت رصد أول كويكب قادم من خارج النظام الشمسي أعلن علماء فضاء أمريكيون أن كويكب صغير أو مدنب جرى رصده عبر النظام الشمسي ربما جاء من مكان آخر في المجرة وربما كان أول زائر بين النجوم تتم ملاحظته من الأرض وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض باستخدام نظام تلسكوب متطور في جامعة هواي يمسح الكون باستمرار من أجل مثل هذه الظاهرة صحيفة القبس الكويتي عنوانت شاب تركي يخسر دراعيه أثناء إنقاذه لحمامة خسر شاب تركي دراعيه جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء محاولته إنقاذ حمامة كانت علقة على عمود كهربائي عالي توتر بولاية أجري شرق تركيا وتمكنت الفرق المعنية بتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة من إنقاذ الشاب ونقلته إلى المستشفى حيث خضع للعناية المشددة صحيفة البيان الإماراتية عنوانت أثار لديناصور عاش قبل مئتي مليون عام كشفت أثار أقدام تتألف من ثلاثة أصابع بطول سبعة وخمسين سنتيمترا عن وجود ديناصورات ضخمة آكلة للحوم في جنوب القرى الإفريقية قبل مئتي مليون عام في وقت كانت فيه أغلب الديناصورات المفترسة متوسطة الحجم وقال باحثون إن الآثار تدل على بلوغ طول الديناصور حوالي تسعة أمتر إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنوانت سعر جنوني لأغلى ساعة في تاريخ المزادات بيعت ساعة روليكس كانت ملكا للممثل الأمريكي بول نيومن بسبعة عشر مليون وثمانمائة ألف دولار في نيويورك وهو سعر قياسي لساعة يد تباع في مزاد وصممت ساعة روليكس دايتونة هذه لرياضة السيارات وقد قدمتها إلى الممثل عام 1969 زوجته جوان وودورد عندما كان يصور فيلم وينينغ وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت باحثون صينيون يطورون بدلة ذكية تراقب حالتك الصحية طور باحثون صينيون بدلة جديدة مزودة بأجهزة استشعار يمكنها الكشف عن درجة الحرارة ومستويات الضغط وغيرها من المؤشرات التي تبين الحالة الصحية للشخص ويمكن للبدلة الجديدة أن ترسل الإشارات الخاصة بالحالة الصحية لمرتديها للهاتف المحمول أجرت بعثة طبية من السعودية عشرات العمليات الجراحية في موريتانيا لمرضى المسالك البولية من الفقراء كما استفاد مئات الموريتانيين من معاينات طبية بإطار برنامج تنفذه هيئة الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع السلطات الصحية في موريتانيا نتابع التفاصيل مع مراسلنا أحمد التجاني هؤلاء المرضى الموريتانيون ينتظرهم دورهم للاستفادة من معاينات طبية وعمليات جراحية ضمن برنامج لهئة الإغاثة الإسلامية عشرات العمليات الجراحية ومئات المعينات أجرتها بعثة طبية سعودية في العاصمة نواكشوت بالتعاون مع اختصاصيين موريتانيين في أمراض المسالك البولية أتينا إلى دولة الشقيقة موريتانيا لمساعدة زملائنا للطباء ومساعدة المرضى من جمهورية موريتانيا الشقيقة والحمد لله كللت هذه الزيارة إلى تاريخه بالنجاح الباهر عمليات جراحية بتكاليف باهظة ما كان لهؤلاء إجراؤها لو لا تدخلوا برنامج الإغاثة الإسلامية وهو مالاق ارتياحاً واسعاً بين المرضى المستفيدين من معاينات أو تدخلات الجراحية معظم هؤلاء قدم من مختلف المدن الموريتانية طلباً للاستفادة من برنامج الهيئة المجانية جيت هون من أجل الدواء متابعوا عند الطاب الكبير وجيت المتخصص وعدت متابعوا إن شاء الله متابعوا متابعوا ولي يعلموا بالرابطة الإسلامية أن هلها يجيهم منها بوعثة من السعودية وعدت متابعها وقاعداً حانها هلين جاءت جابي لها وخلاص وهي الداوين أربعة أيام عمضتها البعث الطبية السعودية في غرف العمليات بأكبر مستشفيات العاصمة واكشور لتكتب أملاً جديداً لمئات المرضى ممن تقطعت بهم السبل وتحامتهم الأمراض وعواد الزمن العملية وفقاً للمرضى بلسم جديد لأمراض استعصى علاجها لولا الأياد السعودية البيضاهات أحمد بدي لقناتي الآن خالصت دراسة علمية حديثة إلى أن الجزء المرتبط بأحلام اليقظة في المخ يمكن أن يسمح لنا بأداء مهام بطريقة تلقائية فيما يشبه جهاز الطيار الألي المستخدم في رحلات الطيران المزيد حول الدراسة في التقرير التالي وأنت تتجه إلى عملك كل صباح متخذاً الطريق نفسه أن تدخل في وضع القيادة الذاتية ففي عقلك تتسلم أجزاء أحلام اليقظة عجلة القيادة تاركة إياك تتمتع برحلة أخرى ذهنية أقل إجهاداً هذا ما خلصت له دراسة علمية حديثة مشبهة العملية بما يقوم به جهاز الطيار الألي المستخدم في رحلات الطيران وتنشط مجموعة من مناطق المخ تعرف باسم شبكة الوضع الافتراضي أو اختصاراً بـ DMN حينما يكون الشخص في حالة أحلام يقظى أو يفكر في الماضي أو المستقبل وتوصل باحثون في جامعة كامبريج البريطانية إلى أن تلك الشبكة تسمح لنا أيضاً بأداء مهام بطريقة آلية إذا ما كنا نؤدي مهمة اعتدنا عليها وتوصلت دراسة سابقة إلى أن شبكة الوضع الافتراضي تكون أكثر نشاطاً في حالات الاسترخاء بينما تعمل بصورة غير طبيعية في ظروف مثل الإصابة بمرض الألزهايمر أو انفصام الشخصية ويقول المشرف على الدراسة إن شبكة الوضع الافتراضي تسمح لنا بتوقع الأشياء التي في طريقها للحدوث ومن ثم تنخفض حاجتنا للتفكير لكن حينما تتغير البيئة المحيطة وتصبح غير متوافقة مع توقعاتنا فإن أدميرتنا تدخل في وضع يدوي يتجاوز الوضع الآلي ويأمل الباحثون في أن تساعد تلك النتائج الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الصحة النفسية مثل الإدمان أو الاكتئاب والوساث القهري والذين قد يكون لديهم أنماط من الفكر التلقائي تدفاهم نحو سلوك سيء متكرر بعد أكثر من عام على افتتاحه أصبح مركز معالجة مدمني الانترنت والشبكات الاجتماعية في الجزائر قبلة لكل من حولت الشبكة العنكبوتية حياته إلى جحيم وحلا مثاليا لكل من أبعدته مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقع الحقيقي وحولته من كائن ناطق إلى كائن افتراضي يعد المركز الأول من نوعه في أفريقيا والعالم العربي والثالث في العالم بعد كوريا الجنوبية والصين يتعالج المرضى الذين أبعدهم العالم الافتراضي عن واقعهم المعيشي من الإدمان على الانترنت على يد أخصائينا نفسيين يقوم مختصون نفسيون بمتابعة ومعاينة أصحاب العداد غير الصحية في استخدام الانترنت والإصغاء لهم من أجل مساعدتهم على التخلص من هذه العادة السيئة وعن أصل هذه المبادرة أكد المؤسس أنها بدأت عندما قرأ بالصدفة مقالا عن إدمان الانترنت فوجد أنها تنطبق على البلايين من الناس الذين أصبحت الشبكات الاجتماعية شغلهم أشاغل ووجد اقتراحه قبولا ومساندة من زملاء حتى تحول إلى حقيقة وبخصوص أعراض الإدمان أكد أن من أهمها الجلوس لأكثر من خمس ساعات يوميا وراء الانترنت وتصفحه دون جدوى أو هدف والتحديق المستمر في الهواتف الذكية إلى جانب تخيل صوت الرسائل أو المسنجر في بعض الأحيان وحدوث اضطرابات في النوم تجعل الشخص يستيقظ بين الحين والآخر لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع على جديدها وأخيرا الشعور بالاكتئاب والقلق في صورة انقطاع الانترنت أو الكهرباء أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ربط شبكتها ب453 نظاما شمسيا على أسطح المباني في دبي تضم مباني سكنية وتجارية وصناعية بقدرة إجمالية نحو 18.7 ميجاوات وجاء الربط في إطار مبادرة شمس دبي التي أطلقتها الهيئة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بتشجيع الجمهور على تركيب ألواح كهر ضوئية فوق أسطح المباني قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين مفاوضات بين الجيش العراقي وقوات البشمرغة للعودة إلى الخط الأزرق اجتماع استراتيجي في الرياض لقيادة دول التحالف العربي لمناقشة الشأن اليمني وعيادة مختصة لعلاج مدمني الانترنت والشبكات الاجتماعية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزر الأخبار شكرا للمتابعة نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك